بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترينت حالة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل وفيها كواليس وعندنا بالتأكيد بعض اللقاطات الحية لصفر بعثة طريق النادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية استعدادا لأولى المباريات أمام الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي الجمعة المقبل الحالة فيها كواليس كتيرة وتفاصيل كتيرة ولكن قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقة في البداية يمكن بنتقدم بخالص التعازي والمواساة للزميل والأخ والصديق العزيز إهاب الخطيب يمكن النهاردة خبر حزين صحينا كلنا على هذا الخبر وفاة والد الزميل العزيز إهاب الخطيب بعد وعقة صحية ألمت به خلال الفترة الأخيرة خالص التعازي للأسرة والعائلة الكريمة وتغمد الله الفقيد بالرحمة الواسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان النهاردة كمان مجلس دارة النادي الأهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تقدموا بخالص التعازي للزميل والأخ الأستاذ إهاب الخطيب في وفاة والده ربنا يتغمد الفقيد يا رب بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان إن الله وإن إليه راجعون ربنا يصبرك إهاب موقف صعب بالتأكيد بتمر به لكن بإذن الله إن شاء الله الوالد يكون في الجنة وخالص التعازي للأسرة والأشقاء وكل عائلة الأستاذ كمال الخطيب بإذن الله إن شاء الله في الجنة وخالص الدعوات بإذن الله بالرحمة إن شاء الله لوالد الأخ والصديق العزيز أستاذ إهاب الخطيب طيب حلقة النهاردة زي ما أقول لها حضراتكم هيبقى فيها تفاصيل كتيرة وكلام مهم جدا عن رحلة الأهلي إلى المملكة العربية السعودية ولكن قبل ما أدخل في التفاصيل أبدأ بي سؤال حلقة اليوم مسؤال حلقة النهاردة وإن الأهل النهاردة خلاص بداية الاستعادات لبطولة كأس العالم الأندية فعايز حضراتكم توجهوا رسالة لللاعب الأهلي والجهاز الفني قبل التوجه للسعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية كل الناس تدخل تشارك معنا في الإجابة على السؤال وتوجه رسائلها لأن الرسائل بتوصل كل الناس بتقرأ وبتشوف وبتتابع ومهم جدا أن توصل هذه الرسائل قبل أولى المباريات وقبل وصول البعثة لأن خلاص البعثة بعد دقيق قليلة جدا هتهبط في مطر جدة وفي حفل استيبال بالتأكيد للفريق من قبل الفيفا في المطار وفي المملكة العربية السعودية شاركوا معنا في الإجابة على السؤال وبإذن الله هستعرض كل الإجابات من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا طيب بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الأهلي بعثة الأهلي تصل السعودية وكمان اليوم حفل جوائز الكعف في المغرب وأخيرا اتحاد الكرة يحيل لمذكرة الأهلي بشأن وقعة الشحات والشيبي إلى الشؤون القانونية النهاردة عند موضوعات مهمة جدا وموقف اتحاد الكرة وإحالة هذا الأمر للشؤون القانونية بالتأكيد في تفاصيل وفي كواليس تابعونا لأن النهاردة الحلقة كلها أخبار وكواليس مهمة جدا سواء في مراقش سواء في السعودية أو حتى موضوع الشؤون القانونية وإحالة ملف الشيبي ومذكرة الأهلي إلى الشؤون القانونية في اتحاد الكرة طيب استعراض مباريات اليوم والبداية هتكون مع مباريات الدوري الأسباني النهاردة في الساعة العاشرة من مساء اليوم في مباراة ما بيننا رايو فاليكانو هيصديف فيها السلطة فيه أيضا في نفس التوقيت في مباراة لم تستكمل بالأمس يمكن توقفت المباراة في دقيقة 17 نتيجة يعني وفاة مشجع من مشجع فريق غرناطة والحكم طبعا يمكن لم يستكمل المباراة والنهاردة لاليجا قررت أن المباراة تستكمل النهاردة الساعة العاشرة مساء ولكن استكمال المباراة من دقيقة 17 وكلنا عارفين حتى الدقيقة 17 كانت تتكم الباو متفوق على غرناطة بهدف مقابل لاشي الدور الإيطالي والنهاردة فيه مباراتين أيضا الساعة 7 ونص إمبولي بيصديف فاليتشي والساعة العاشرة إلى ربع كالياري بيصديف فالساسولو دي أبرز مباراة اليوم وبالتأكيد كلنا عارفين الفترة الجاية طبعا هيكون الحدث الأهم كأس العالم للأندية جدا اللي قال افتتاح ما بين اتحاد جدة وأوكلادسيت الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والمباراة الثانية يوم الجمعة المقبل مباراة النادي الأهلي على استاد الملك عبدالله استاد الجوهرة المشاععة في مدينة تاجدة نخرج إلى فاصل ثم نواصل البداية هتكون من صفر فريق النادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية وزان ما أنا حضرتكم في الحلقات السابقة برنامج الفريق استعدادا لأولى المباراة يوم الجمعة المقبل النهاردة كان فيه تدريب صباحي على ملعب مختار التيتش بالجزيرة اختتم مرس القولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي التدريبات صباحي اليوم تدريب شمل على بعض الفقرات الخططية والفنية والبدنية وفي إطار كمان التحضير لمشاركة 23 لعب هم قوام قيمة فريق النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بالإضافة إلى ذلك يمكن تم الاستعانة بخمس لاعبين عشان تكون قوام البعثة 28 لعب وده كنا ذكرنا قبل كده أن مرس القولر لما هيسافر مش هيكتفي فقط بال23 لعب لأن انت من النهاردة لغاية يوم الجمعة اللي جاية أو يوم الخامس تحديدا لقدر الله يعني إذا كان فيه إصابة بتمنع لاعب من المشاركة في البطولة لك الحق أنك تستبدل لاعب في قبل المباراة الأولى بـ 24 ساعة كمان نقطة تانية كولر كان بيفكر أن إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا ونوصل لغاية اليوم الختامي يوم 22 ديسمبر فوقتها الأهل هيطلع من المملكة العربية السعودية على الإمارات العربية المتحدة عشان يشارك فيه بطولة السوبر للأندال أبطال وبالتالي مش هيبقى فيه وقت ترجع القاهرة وفي نفس الوقت ما يفعش تبقى سايب الفريق أو بعض العناصر السليمة اللي هي ما فيهش الحمد لله إصابات في القاهرة حوالي أسبوع 10 أيام بدون تدريبات مع الفريق في الفترة الحالية فلذلك كانت هناك فكرة أن الأهل يسافر بـ 28 لعب ولو كانت الظروف سمحت بالسفر بـ 31 لعب كان هيحصل ده لكن طبعا كلنا عارفين أن في اللحظات الأخيرة تم استبعاد طبعا أحمد عبدالقادر تم استبعاد كمان محمد الدو كريستو اللعب التونسي الشاب بالإضافة إلى ريدا سليم نتيجة طبعا الإصابة اللي قلمت ديوم في الفترة الأخيرة نتيجة إصابة في العضلة الخلفية الحمد لله يمكن اطمأننا النهاردة على تواجد يعني كريم ندفد ومحمود متولي ما كانوش موجودين في التدريبات في الفترة الأخيرة إلا على فترات نتيجة بعض الإصابات وكانوا بيقدوا برامج تأهلية لكن النهاردة بما أن محمود متولي وكريم ندفد سفروا مع الفريق يبقى بالتالي الحمد لله ما فيش فيه أي مشكلة وهيكونوا موجودين في التدريبات الجامعية لذلك كولر مسافر السعودية بـ 28 لعب بعد التدريب كان فيه غدا في النادي بعد كده التحرك إلى مطار القاهرة يمكن في اللحظات اللي أتكلمكم فيها دلوقتي الفريق وصل بسلامة الله إلى مطار جدة وصل الحمد لله أو وصلت بأسة النادي الأهلي الحمد لله إلى مطار جدة ويمكن بقى الإجراءات الإدارية والإجراءات اللوجستية في المطار مش هتستغرج وقت طويل كمان فيه وفد من الاتحاد الدولي فيه بعثة إدارية كانت سبقت الفريق بـ 24 ساعة عشان التحضير لكل الإجراءات على طول إن شاء الله المسافة من المطار لفندو الإقامة مش هتسترق أكتر من نصف ساعة عشان الفريق يصل لفندو الإقامة ويكون فيه راحة النهاردة إن شاء الله عشان من بكرة يتم الاستعادات بقى تدريبات واجتماعات وأمور كتيرة جدا قبل مباراة التحاد جدة فرصة كويسا النهاردة بنتكلم في الاتنين فهناك 72 ساعة للجهاز الفني للتحضير لمباراة التحاد جدة طيب لو هتكلم على الخمسة اللي سافروا محمد زعلوك المهاجم الشاب مهاجم فريق الشباب سافر مع الفريق مصطفى مخلوف الحارس الرابع حارس فريق الشباب أيضا سافر مع الشناوي ومصطفى شبير وحمز علاء وأيضا كمان محمود متولي وكريم نيدفيد زي ما أكدت لحضراتكم بالإضافة إلى صلاح محسن دول الخمسة اللي هيكونوا موجودين مع البحثة في الفترة اللي جاي بالإضافة لـ 23 لعب دكتور رحمة جاب الله طبيب الفريق كان ليه تصرحات كده النهاردة على فكرة استبعاد عبدالقادر وكريستو بصعب الإصابة وقال إن الاتنين تعرضوا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الأقيم أول أمس على ملعب اللاتيتش خضع السنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات الماضية لتحديد حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي بالتالي طبعا عدم سفرهم معناه إن الاتنين محتاجين برنامج تأهيلي مش أقل من 10 تيام إسبوعين وبالتالي مش موجودين مع الأهلي في السعودية طبعا رضا سليم مش متواجد مع الفريق بيواصل برنامج تأهيلي لسه رضا يا جماعة بص يعني رضا سليم مش قبل يناير يعني الأهلي يخلص الكأس العالم للأندية يخلص بطولة الصوبة للأندية الأبطال هيرجع يلعب مباراة في الدوري بعد كده هيتم إيقاف الدوري نتيجة طبعا صفر منتخبنا إلى كأس الأمم يبدأ يجهز رضا على هامش منافسات كأس الربطة في التوقيت ده ممكن نتكلم على فكرة رضا سليم يقدر يلعب في التوقيت ده ولا هيستنى عليه شوية ولكن بعد كأس الأمم رضا سليم بإذن الله إن شاء الله يكون جاهز للمشاركة مع الأهلي في المباراة الرسمية وفي التدريبات الجماعية تكون أول مباراة وقتها بقى على حسب الظروف والظروف كلها تتحدد الجمعة الجاية بمعنى يوم الجمعة اللي جاية كسبنا يبقى أول مباراة للأهلي بعد كأس الأمم هتكون مباراة شباب بلوزداد فساعتها رضا سليم إن شاء الله يكون جاهز لمطش بلوزداد لقدر الله إذا حصلت أي نتيجة سلبية يوم الجمعة يبقى ساعتها رضا سليم أول مباراة يرجع لها لو ما شاركش في كأس الربطة هتكون بإذن الله مباراة القمة أمام الزمالك يوم 15 فبراير ده المعاد المحدد مسبقا ولكن المعاد ده معرب للتهيير في الساعات اللي جاية بناء على نتيجة مطش الجمعة الجاية مع التحاد جدة أو أوكلاند سيتي الفيز بينهم لما يلعب الأهل إن شاء الله في كأس العالم للأندية طيب بأكد لحضراتكم برضو الحمد لله نهاردة محمد متولي انتظم في المراني الجماعي يشارك في التدريبات الجماعية خلاص الحمد لله شوفي من إصابة العضلة الأمامية وانتهى من تنفيذ البرنامج التأهلي زي ما نشايفين أهو وصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار جدة برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس البعثة زي ما نشايفين طبعا الوفد الرسمي الكابتن محسن صالح لجنة التخطيط ورئيس لجنة التخطيط بالتأكيد المهندس عدل القيعي رئيس شركة كرة القدم دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمنصق الطبي لبعثة فريق النادي الأهلي الأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي الكابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط يعني زي ما نشايفين حضراتكم طبعا دي كواليس يمكن من دقيق قليلة جدا لوصول بعثة فريق النادي الأهلي إلى مطار جدة دي أول لقطات حية على شاشة قناة الأهلي والبداية رب بإذن الله تكون بداية يعني موفقة مباشرة مارس الكولر المدير الفني كابتن خالد بيبو المدير الكورة ميشيل يانكون مدرب العام كمان أستاذ خالد الجوادي مترجم الفريق أندريا طبعا مخطط الأحمال كابتن سامي أمصان مدرب الفريق أسيني الميكاري مخطط أو محلل الأداء كابتن سامير عدلي المدير الإداري لفريق النادي الأهلي الكابتن ماهر عبد العزيز إداري الفريق أيضا كمان يعني مطور الأداء الوافد الجديد الوافد الجديد على الجهاز الفني هم موجود مع الآله في أول بعثة رسمية طارق عامل المهمات اللواء علاء صلاح مدير الأمن النادي وكمان هو أيم هنا بدور مهم جدا دور المنصق الأمني لأن السيكوريتي أوفيسر من الأدوار المهمة جدا اللي بيطلبها الفيفا في البطولات الدولية لذلك موجود اللواء علاء صلاح بدوره كمنصق أمني لبعثة الآله في المملكة العربية السعودية نبدأ نشوف بقى هون نزول اللاعبين كابتن رامي ربيعة أحمد الطوخي طبعا مسؤول التسويق عن لبس الرعاة ولبس الفريق في البطولات الدولية علي معلول الزهير الأيصر التنسي لفريق النادي الآلي اللاعب المخضرم أسد حرس المرمى الكابتن محمد الشناوي دكتور أحمد أبو الوفا بالتأكيد أخصي التهيل عمر السلية نجم الفريق أقرم توفيق بالتوفيق أقرم إن شاء الله مصطفى شبير طاهر محمد طاهر أنطوني مودست محمود متولي محمد عبد المنعم الحمد لله موجود في القيمة كان فيه قلق وتخوف كده بعد إصابة محمد عبد المنعم في الفترة اللي فات لكن الحمد لله يعني الجاز الفني فضل أنه ما يشاركش في المباراة الأخيرة عشان يكون موجود في كأس العالم والحمد لله شوفيا تماما برستاو اللي مرشح النهار ده من شاء الله نبريك له على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في المسابقات الأندية النجم المالي أليو ديانج قدامي كمان هو كريم فؤاد فيه كمان أحمد نبيل كوكا حسن الشحات مروان عشق يعني إمام عشور إمام عشور النهار ده ممكن يكتب التاريخ مع النادي الأهلي ممكن يكون أول لاعب بينضم من الأهلي زي كهربا وزي طرق السعيد وزي محمد صديق وكذا لاعب انضموا للأهلي وكانت أول مشاركة لهم في أول سنة انضموا للنادي الأهلي لعبه كأس العالم للأندية ولكن زملاء السابقين لم يوفقوا في أحراز أهداف هل ممكن إمام عشور يدخل التاريخ مش ليست في المشاركة الأولى ولكن هدف يكون مع أول مشاركة أول هدف إن شاء الله أنا أتمنى ذلك يا رب بإذن الله يكون رقم مهم جدا لإمام عشور مع زملاءه في النادي الأهلي اللافت للنظر كمان شايفين طبعا صلاح محصره الأسماء اللي احنا قلناها اللي مكانش موجودة في القائمة الرسمية محمد مجدي أفشا اللافت للنظر شايفين فيه يونيفورم يعني فيه طاقم كده بالكامل الفريق بالكامل مصطفى مخلوف أول حارس الرابع اللي قلت الحرقة ما يكون موجود مع البعثة فيه شكل فيه ستايل كده للبعثة بالكامل عشان تعرفين الآن كده لما بيسافر كأس العالم بيتبقى فيه بحجة كده في الصور اليوم اللي فيه صفر الفريق تفتح السوشيال ميدا تلاقي صور كده تاريخية أتذكر كده من أول 2005 قدامنا هو كمان محمد زعلوك المهاجم الشاب الأسماء اللي زكرتها لحضراتكم في بداية الحلقة على الأسماء الخمسة اللعيبة اللي يكنوا موجودين مع البعثة ولكن طبعا مش من ضمن القايمة الرسمية في كأس العالم زعلوك ندفد متولي صلاح محسن يعني الخمسة اللي قلت لحضراتكم محمود متولي فاليوم اللي بتفتح فيه كده السوشيال ميديا بتلاقي بقى الصور بدل بجرفتات بدل بسويت شيرت ببليزر يعني عارف انت كل سنة كده لازم تشوف الأهلي في ستايل مختلف واللي بيلعب مع الأهلي لازم يكتب تاريخ ولازم يدخل التاريخ يلعب كأس عالم يجيب هدف في كأس العالم ممكن تاريخه كله ما يكونش في بطولة أو في مشاركة دولية بس مجرد ما نضم للنادي الأهلي اتكتب له كده في السي في شارك في كأس العالم وهو نصيبه بقى تطلع البطولة في اليابان يلعب في توكيو يلعب في يوكهامة يسافر على المغرب يلعب في قطر يلعب في الإمارات يلعب في الصعودية دايما مع نادي الأهلي انت هتلف في القرى الأرضية لأن الأهلي دايما الحمد لله هو رقم واحد في الوطن العرب وفي الشرق الأوسط وفي جمهورية مصر العربية فدايما وانت في الأهلي لازم تكتب التاريخ اللي بينضم للأهلي وبيلحقش يدخل في سجلات التاريخ بيضاي على نفسه فرصة ذهبية صعب جدا يعوضها في أي مكان حتى لو انتقل إليه في الفترة اللي جاية بالتوفية رب للبعثة الحمد لله وصلت بسلامة الله وزي ما قلنا لحضراتكم طبعا البعثة الرسمية بالكامل بداية من رئيس البعثة المهندس خالد مرتاجي وكمان لجمة التخطيط الكابتن محسن صالح كابتن زكريا نصف شركة الكورة الكابتن عبد القيعي لما له من تاريخ طويل وطاريخ عريض طبعا بالتأكيد مع النادي الآلي تسعة كاس عالم أندية للمهندس عبد القيعي مع النادي الآلي تاريخ طويل جدا اللاعبين طبعا للنجوم اللي شاركوا مع النادي الآلي وخدوا بالكو دي برضو في نقطة إيجابية مهمة جدا عايزين نتكلم عليها المشاركة السنة دي هي المشاركة الرابعة على التوالي يعني فيه جيل حق بطولة إفريقيا 2005 2006 2008 بس ملعبش أربعة كاس عالم بشكل متتالي لأن في 2007 خسرنا نهائي دور الأبطال أمامنا يجمع السحلي فالأهل ما شاركش في هذه البطولة المرة دي فيه رقم تاريخي رقم قياسي الأهل بيشارك في كاس العالم من المرة الرابعة على التوالي للسنة الرابعة على التوالي أنت لعبت في قطر لعبت في الإمارات لعبت في المغرب رايح السعودية أربع بطولات متتالية في منهم بطولة أنت ما كنتش بطل ولكن من حصن حظنا أو نتيجة الظروف اللي وجهتها أو وجهها الأهل في نهاية دور الأبطال جاء طلب المغرب لصدافة كاس العالم بمثابة يعني إيه التعويض من عند ربنا سبحانه وتعالى أن الله حد تسمح ساعتها أن الوصيف دور الأبطال لو الفري المنظم هو البطل وصيف البطولة هو اللي بيشارك فجأت من عند ربنا والأهل يشارك بعد الأحداث اللي شاهدتها نهاية دور الأبطال وبالتالي الأهل يشارك في بطولة المغرب ويمكن ولقب أربع مباريات يمكن من المرات القليلة اللي الأهل يبدأ البطولة من أول يوم ويوصل لآخر يوم لقب أربع مباريات وكانت مشاركة يعني فيها نقطة تاريخية أنك لقبت معاري المدريد آخ صرت ولكن قديت مباراة تاريخية لدرجة أن النهاردة كريم بنزيمة لعب اتحاد جدا نجم الفرنسو وبيتكلم على بطولة كأس العالم واتكلم على المشوار بتاع البطولة وأنه ممكن يواجهه الأهل في لقاء الجمعة اللي جاية قال لك أنا عارف الأهل وتفرقت على الأهل ومحدش يقدر ينسى مبارات الأهل مع ريال مدريد العام الماضي البطولة اللي اتلعبت في المغرب فالناس كلها عارف الأهل وعارف قيمة الأهل وعارف مكانة الأهل والتاريخ في حد ذاته لما بييجوا قدام الأهل لازم يفتح الكتاب ويسجل صفحات كتيرة لأن الأهل الحمد لله تاريخ طويل جدا على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الدولي خلال الفترة اللي جاي بالتأكيد هتبقى بقى كل اللقطات والكواليس بإذن الله لغاية معاد المباراة يوم الجمعة المقبل إن شاء الله على أستاذ الملك عبد الله في مدينة جدة أستاذ الجوهرة المشاع اللي بيسع لخمسة وستين ألف متفارج قبل ما سيب كأس العالم جدا ماتش يوم الجمعة اتحدد طرف الفريق اللي هيلعب الأهلي لكن الطرف الثاني لسه يتحدد بكرة الملعب بيسع لحوالي خمسة وستين ألف متفارج يعني لغاية اللحظة اللي بتكلم مع حضراتكم فيها الأرقام التقديرية والمعلومات اللي وردت إلينا من اللجنة المنظمة والمسؤولين في المملكة العربية السعودية والمسؤولين في الفيفا احنا على يعني فرصة أو رقم قياسي تاريخي ممكن نشوفه في ماتش الجمعة اللي جاي الليستاد بيسع لخمسة وستين ألف والمباراة لو كانت مع التحاد جدة بالتأكيد انت بتلعب مع الفريق صاحب الأرض والملعب والجمهور الفريق المصديف اللي البطولة بتقام على الأرض فممكن البعض يقول لي ايه اكيد الليستاد هيكون ما لا يقل عن خمسين ألف ومشجع صعودي ولكن انا بقول لكم المباراة دي تحديدا لغاية دلوقتي احنا بنتكلم مش أقل من نصف ساعة الليستاد جمهور النادي الأهلي ان شاء الله هيكون موجود مش أقل من نصف ساعة الليستاد جمهور النادي الأهلي هيكون موجود الناس تقول لي ايه ده قدر جمهور الأهلي يحجز تذاكر بشكل كبير ادي اللعطات هي كمان من صالة الوصول وزي ما انتم شايفين طبعا دي اللعطات في صالة الوصول والاستقبال وبالتأكيد الإجراءات الخاصة به الخروج ان شاء الله من صالة الوصول هتبقى في خلال دقايق قليلة ختم الباسبرات تأشيرة الدخول والوصول إن شاء الله يعني خلاص في خلال دقايق بالتأكيد من خلال الفيفا والإجراءات اللوجستية هيتم انتهاءها بسرعة لكن عايز أتكلم على فكرة الجماهير إدارة النادي الأهلي قدرت بالحجز على ما يقرب من 15 ألف تسكرة مع اللجنة المنظمة مع الاتحاد الدولي فيفا وكان على دفعات فيه دفعة كانت 10 ألف تسكرة قدر الأهلي يحصل عليها من الفيفا ويتم عرضها للجماهير من خلال بعض اللينكات المتعلقة بالفيفا مع جماهير النادي الأهلي فقدرت تاخد كوتا كده لوحدها 10 ألف تسكرة قدرت كمان مع الوقت تستحوز على حوالي 4900 تسكرة فنت تتكلم 15 ألف تسكرة يعني النادي الأهلي قدر يسوقها لجماهيره في الفترة السابقة من خلال الفيفا بشكل مباشر ده جانب الجانب التاني التذاكر ترحت على دفعات في كل دفعة شفنا السينفونية الرائعة من جماهير النادي الأهلي لدرجة كنا بنشوف حتى من بعض السوشيال ميديا والبيتجات جماهيري اتحاد جدة تخش تقولك إلحق التذاكر نزل الجمهور الأهلي خلصها فانت لو بتتكلم على مدار 3-4 دفعات لو جماهير الأهلوية اللي موجودة في المملكة العباية السعودية حجزت بس حجزت 15 ألف من الخمسة واربعين يبقى انت بتتكلم نص ساعة اللي استاد لجماهير الآن 30 ألف لذلك النهاردة لو تدخل كده على السوشيال ميديا وتحديداً تويتر لأن الجماهير السعودية دايماً تلاقيها أكتف قوي بتظهر قوي وبتكتب ومتفعلة من خلال تويتر الكل بيتكلم على فكرة إيه لما تحضر مباراة الجمعة اللي جاية في حالة أنهم كذبوا بكرة يعني أوكلاند سيتي نتمنى لهم يا رب التوفير للأشقاء في السعودية عايزين نتفرج على ديرب عربي كبير جداً بين الأهل والاتحاد لما تحضر المباراة تيجي بالتشيرت الأصفر تيجي بالتشيرت الأصفر لأنهم عارفين أن الجماهير الأهلي في الملعب هتبقى جايب بالتشيرت الأحمر فأنت لو داخل بالزي الخليجي الجميل اللي احنا بنسعد دايماً لما بنشوفه هتلاقي طبعاً الزي الأبيض فمش هيبقى ماين الجمهور داخل يشجع التحاد جد ولا جمهور داخل يستمتع بالمباراة ويشجع اللعبة الحلوة لكن الأهلي هتلاقي الأهلوية موجودين بالتشيرت الأهلي فلذلك الدعوات كلها لجماهير التحاد جد عشان يبروزوا وجودهم في الملعب رغم المباراة على أرضهم ووسط جمهورهم وكل حاجة لكن عايزين يدخلوا بالزي التيشيرت الأصفر في مواجهة النادي الأهلي فده أنا بقول لكم إن شاء الله بإذن الله الجمعة الجاية هيبقى فيه سمفونية في المدرجات وأنا واثق إن ربطة مشجع الأهلي في السعودية والأهلوية اللي جايين من كل مكان لو تبص على ربطة الأهلي في الكويت هتسافر السعودية ربطة الأهلي في السعودية موجودة وهتعمل ترحال وأنا شفت ده على بيجات السوشيال ميديا ربطة الأهلي في الضوحة هتسافر وتحضر المباراة إن شاء الله عشان تشجع الفريق ففيه يعني لحمة جماهرية جميلة جدا من كل الجماهير عشان تحضر بإذن الله مع النادي الأهلي زي ما نشايفين على الشاشة دلوقتي هو خلاص يعني الفريق الحمد لله انتهى من كل الإجراءات واللعابة كلها وهي خارجة بالتأكيد كانت بتحيي طبعا رئيس البحثة المهندس خالد مرتجي وشايفين طبعا الله على الاستقبال من الأشقاء في المملكة العربية السعودية نحن لما بين إخواتنا وصحابنا وأصدقائنا وفي بلدنا التاني الاستقبال وهذه حافلة النادي الأهلي دي الحافلة الرسمية للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والصورة يعني أكبر من أي كلام ممكن يتوصف شعار النادي الأهلي شعار الفيفا كأس البطولة دي الحافلة وده الأوتوبيس زي ما بقول لحضراتكم يعني ده الحافلة الرسمية للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم أنا قلت لحضراتكم الإجراءات مش هتستغر كتير انت بتتكلم في دقائق سريعة والفريق هيخرج بسرعة والاستيبال زي ما انتم شايفين بقى يعني انت خارج كده على السجادة الحمرة بتلاقي بقى في استيبال على الجانب الايمل والجانب الايصر وان شاء الله بإذن الله تكون بداية موفقة لنادي الاهلي في بطولة كأس العالم للاندية انا عجبني اول للزي وعجبني اللي ستايل ودائما النادي الاهلي كده لما اي رحلة بيسافر فيها وبتتفرج على الصور بتلاقي صور كده مبهجة يا رب بإذن الله يعني الرحلة تستكمل كده بخير وتكون فيها نتائج ايجابية ومطش الجمعة اللي جاية ده هو البداية وهو الانطلاقة يعني يا رب بإذن الله ان شاء الله زي ما احنا متعودين كل مرة بنبدأ اول مباراة بتكون فتحة خير ومش فتحة خير على البطولة بس ده فتحة خير على الموسم كله ارجعوا كده للسنين اللي فاتت الاهلي بيبدأ الموسم تقدر تقول فترة اعداد لسه بيبدأ الموسم مش بيسخن كويس قال اقدر الله يمكن استنادي كان فيه بطولة بطولتين عكس السنين اللي فاتت فدخلنا الموسم واخسرنا بطولتين ولكن بطولة كأس العالم وانا قلت قبل كده هتبقى فرصة كبيرة جدا وفيها تحدي كبير جدا من النادي الاهلي عشان الفترة اللي جاية انت هتخلص بطولة ودخل على بطولة وربنا يوفى يا رب النادي الاهلي في الرحلة طبعا البعثة بالكامل موجودة هي ممكن زي ما شايفين دي الاعطاءات برضو بنسترجحها مع حضراتكم انا شايف كمان وفد من السفارة المصرية يمكن السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية كانت حريصة تكون موجودة في استقبال بعثة فريق النادي الاهلي في مطر جدة يعني بالتوفيق رب النادي الاهلي في هذه البطولة والحدث طبعا بيفرض نفسه نهاردة الحدث الاهم بالنسبة لنا وخدمة خمس نجوم لازم نقدمها لحضراتكم نستعرض كل اللقطات وكل الكواليس المتعلقة بوصول بعثة فريق النادي الاهلي طيب عندي لسه ملفات تانية وموضوعات مهمة النهاردة حفل الكاف في مراكش عندنا كذا جايزة يا رب بإذن الله تكون من نصيب الاهلي ملف تاني متعلق باتحاد الكرة وملف احالة ملف الشيبي ومذكرة الاهلي للشئون القرونية كل ده هنستعرضه ولكن بعد الفصل في حفل الاتحاد الافريقي كاف النهاردة يعني الحفل موجود في مدينة مراكش المغربية والحفل بإذن الله ينطلق الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة فيه نجوم كل القرى الافريقية موجودين في الحفل بداية من سامو الاتو دي دي دروكبة اكوشا يعني عبيدي بيلي كل النجوم الافرقى اللي ممكن تتخيلهم موجودين كمان موجود السقر احمد حسن كابتن منتخبنا الوطني السابق موجود كمان في الحفل ومبالا كانت فيه مباراوة ده كده تلعبت على استاد مراكش يعني ما بين اساطير القرى الافريقية على فكرة كمان فيكتور اوسمن مهاجم نابولي واللي داخل في جائزة افضل لاعب افريقي في منافسة مع اشرف حكيمي اللاعب المغربي ومحمد صلاح نجمينة المصري منافسة قوي جدا والتصويت والارقام قريبة من بعد قوي بس اللي متواجد النهاردة في الحفل بشكل رسمه اللي بأكد لكم ان هو موجود فيكتور اوسمن موجود في احد الفنادق بداعة ورسمية من الاتحاد الافريقي حضر ووصل ويمكن المعلومات اللي جاء من المغرب بتقول ان بنسبة كبيرة فيكتور اوسمن هيكون هو الفائز بالكرة الزهبية بجائزة افضل لاعب افريقي مش عارف عندي توقع انه ممكن يكون اشرف حكيمي محمد صلاح مش موجود واحنا عارفين صلاح لما بتكون الجائزة يعني مش قريبة منه ومش موجود بنعرف النتيجة من قبل ما تعلن طالما صلاح مش موجود لكن الكلام اللي بيتردد ان اشرف حكيمي قريب وجود فيكتور اوسمن النهاردة بيدي مدلول او كلام برضو جاي ان فيكتور اوسمن لا متفوق على اشرف حكيمي في الاسوات وبالتالي هو الاقرب للفوز بالجائزة فيكتور اوسمن من نتائجه على فكرة فاز بالدور الايطالي مع نابولي مع منتخب ناجيريا ما حققش حاجات كتيرة ناجيريا على فكرة خرجت من كأس الامم وفي العام الاخير على المستوى الفردي فيكتور اوسمن نتائجه افضل لكن على المستوى الجماعي مع نابولي اه لكن مع منتخب ناجيريا لا اشرف حكيمي نفس الامر مع منتخب بلده مع المغرب وصل كأس العالم لغاية الدور النصف النهائي خاد المركز الرابع أشرف حكيمي مع باريس سان جرمان برضو على مستوى دوري أبطال أوروبا محققش إنجازات طيبة ولكن كسب الدوري الفرنسي مع باريس سان جرمان فالنتائج قريبة بين الاتنين في درجات التصويت ولكن الكلام اللي طالعين فيكتور أوسمن حظوظه أعلى وجوده النهاردة أعتقد ممكن يعزز من هذه الحظوظه ويكون هو الفائز بالكرة الزهبية طب نروح بها للجانب الأهم ولكن أنا بتكلم فيه بقال أكتر من يومين النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله مرشح بنسبة تتخطى 60-70% يكون أفضل نادي في إفريقيا عن العام الحالي الناس تقول لي طب ما ممكن يكون النادي الأهلي عشان بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا لا النادي بيتم تكريمه لأن خلال هذا العام عمل كل الإنجازات اللي ممكن أي حد يحققها فاس بالدوري فاس بالكاس فاس بالتنين سوبر كسب دوري أبطال إفريقيا راح لقى الكاس عالم أندية خد مركز رابع وعلى فكرة الأرقام دي كلها المفوكة تصب يعني تصب في مصلحة مرسل كولر إنه الطبيعي يكون موجود في منافسة مع وليد الرجراكي ومع أليو سيسي ولكن فوجينا موجود عبد الحق بن شيخ اتقال وقته أصل عبد الحق بن شيخ حق إنجاز لم يسبق تحقيقه في الكرة الجزائرية إنه فاز مع التحاد العاصمة ببطلطين دوري الكاس الكونفيدرالية وكاس السوبر الإفريقي ولكن لما تيجي تبص بقى على مستوى النادي لا إلى أهل يعني بنسبة 60-70% النهاردة إن شاء الله هو لا يكون مرشح للفوز بالقرة الزعبية كأفضل لنادي تصويت اللجنة الفنية تصويت المدينين الفنيين للأندية والمنتخبات تصويت كباتن الفرق تصويت كمان الإعلاميين والصحفيين كل بنسب مختلفة عشان في الآخر تعد النسب دي وتشوف مين أعلى نسبة عشان يفوز بالجائزة بيرستاو بنسبة كبيرة برطة تخطط 60-70% مرشح النهاردة يكون جايزة أفضل لاعب في داخل إفريقيا في مسابقات الأندية عنده منافسة قوية جدا على فكرة مع بيتر شالوليلي مهاجم سانداونز ولكن على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي بيرستاو نتائجه أفضل من فيستون مالي وبيتر شالوليلي كهرباء داخل في جايزة أفضل هذا بس المنافسة قوية جدا وصعبة جدا تصويت الجماهير ممكن يعمل فارق ولكن هنشوف الفترة اللي جاية فرصة هدف كهرباء يكون أفضل هدف في الموسم الأخير هدف اللي أحرزه في مرمى الهلال السوداني جايزة أفضل حارس كنت أتمنى طبعا النهاردة كنت معايا صبك وانفراد وقولي الشنوي أفضل حارس يا جماعة ولكن يعني كل الأخبار اللي جاية من المغرب ياسين بونو يعني ضامن بنسبة بيرا جايزة أفضل حارس وانا قلت مبارح الجزئية دي هذا الأمر لا يقلل إطلاقا من محمد الشنوي ياسين بونو لو كان فاز بجايزة أو كان دخل في القايمة المختصة الأفضل تلت لعيبة بدل فيكتور أسمن أو بدل صلاح أو بدل أشرف حكيمي كنت أقولك الشنوي وانت مغمض الشنوي أفضل حارس ولكن إنجازات ياسين بونو تحديدا في كاس العالم مرجحة كفته وجود الحفل في المغرب برضو بيرجح الكفة المغرب كمان دخل في منافسة كأفضل منتخب وبنسبة تتخطى التسعة وتسعين في المية المغرب هتكسب وتاخد جايزة أفضل منتخب ففيه جواز عدة جايزة أفضل لعب فيه جواز مختلفة في هذا الحفل عموما نهاردة الساعة تمانية أنا أتعرف على النتائج الرسمية والنتائج النهية وكل ما أتمنى بعد إعلان النتائج يكون فيه شفافية من الاتحاد الإفريق ويعلننا النتيجة بالأرقام بالنسب بالأشخاص اللي كمان صوتوا صوتوا المين ده نقطة مهمة جدا عشان يكون فيه مزيدا من الشفافية لأن الكلام كله في الغرف المغلقة من يومين ثلاثة للنهاردة الناس كلها مندهشة من حاجات كتيرة والناس مش عارفة القتلة التصوطية بتبقى أعلى المين هل لللجنة الفنية اللي في الكاف ولا للصحفيين ولا للمديرين الفنيين فالنقاط الفنية دي مهمة جدا نعرفها من الكاف لما يتم الإعلان الرسم بالمناسبة أنا أتكلم معكم دلوقتي في اجتماع لللجنة التنفيذية اجتماع للمكتب التنفيذي للكاف هنتعرف بقى على نتاج هذا الاجتماع إذا كان فيه جديد النهاردة أو بكرة أو خلال الأيام القادمة آخر ملف قبل ما أروح لآخر أخبار التريند وهو متعلق بخبر خرج النهاردة إن اتحاد الكورة بيحيل مذكرة الأهلي ضد لجوء بيرامدز ومحمد الشيبي للقضاء المدني إلى الشؤون القانونية اتحاد الكورة استلم مذكرة الأهلي ودرس المذكرة ويأحلها إلى الشؤون القانونية الشؤون القانونية هتعمل إيه؟ لأن الملف ده على فكرة النادي الأهلي بيتحرق فيه بشكل قانوني سليم جدا وأقول لكم في الكواليس الناس في اتحاد الكورة مش قادرة تستوعب وتفهم ليه نادي بيرامدز أقدم على هذه الخطوة لأن خطوة زي دي بتحرج اتحاد الكورة قبل ما بتحرج الأندية بشكل عام لأن انت هنا لم تلتزم بلوايح الاتحاد الدولي ولا لوايح اتحاد الكورة ولما يكون الاتحاد الدولي للوايح واضحة في هذا الأمر يجب أنت كنادي أن تحترم هذه اللوايح ولا تسبب حرجا للاتحاد الوطني الاتحاد المحلي مع الاتحاد الدولي معلوماتي الناس في اتحاد الكورة مستاءة جدا جدا من الموقف اللي خرج من محمد الشيبي ونادي بيرامدز والأخبار اللي بتخرج من نادي بيرامدز للصحف المغربية في الساعات الأخيرة مش كويسة ومش صح ولازم الناس تتعامل مع الملف ده داخل إطار المنظومة القروية المصرية تاني وهم فاهمين أنا أصدقية الناس الأشقاء في المغرب لما بيتكلموا في أي خبر جاي لهم بيبقى مصدر ثقة فانت لو عايز تصرح عندك هنا صحافة بلدك ما تقبرش الموضوع وتروح لجهات خارجية لان انت عندك هنا اتحاد كورة وكان عندك طرق قانونية تقدر تطعن بيها على قرار لجنة المسابقات كون ان انت ما عندكش فكرة لللوايح او انت كان لك سكة تانية عايز تاخدها ده أمر يخصك ولكن النادي الأهلي بيدافع عن اللاعب بتاعه تبقى لللوايح والقوانين لان النادي الأهلي كان اول جهة رسمية تصدر عقوبة من خلالها ضد حسين الشحان والنادي الأهلي ادان هذا التصرف داخل الملعب اللي التصرف ده كان جزء من المباراة على فكرة المشكلة دي ما كانتش في الشارع المشكلة دي جات في الملعب وتاري المرائب زكر ده في الملعب والعقوبة صدرت لانها بناء على مشكلة صدرت داخل الملعب ولجنة المسابقات خدت قرار لان الامور تختص بها لجنة المسابقات ولجنة الانضباط لم تستطع اتخاذ قرار لان هذا الشأن بما أنه ذكر في تأرير المراقب فبالتالي الأمر كان بيخص لجنة المسابقات احنا شبنتخلق على شارع في الشارع ولا بنتخلق على النصية فنروح لإسم الشرطة الأمر أمام جهات التحقيق كل يعني السقة في جهات التحقيق بنسق فيها بشكل يعني مية في المية لكن هذا أمر رياضي أنا بتنقش فيه وبتكلم عليه الشق القانوني ليس ليه فرصة أو مجال اللي أنا أعلق على أمر أمام جهات التحقيق كشكل قانوني ولكن أنا بتكلم على الشق الرياضي الشق الرياضي ما صدر من نادي بيرامز في هذا الأمر مخلفة صارخة للواحل فيفا عشان كده النهاردة اتحاد الكورة أحال الأمر للشؤون القانونية والشؤون القانونية أتقول حاجة من الاتنين يترفع توصية بإحالة الملف للجنة الانضباط سواء لللاعب أو للنادي يعمى ترد رد سلبي على الأهل يعمى ترد رد سلبي على الأهل وفي الحالتين هيبقى فيه اتجاه من النادي الأهل لو الأمر هيصدر للجنة الانضباط الأهل هيستنى يشوف موقف لجنة الانضباط والقرار اللي هيتخذ ضد اللعب وضد نادي بيرامز لكن لو فيه رد سلبي الأهل على طول عنده رد وفيه لجنة الانضباط في الفيفا وفيه محكمة رياضية فيه إجراءات قانونية فيه إجراءات قانونية كفلها الاتحاد الدولي لأي شخص أو لأي مؤسسة رياضية تخرج عن إطار اللوايح المنظمة للعبة كرة القدم لأن الأمر ده لو استمر بالشكل ده هتبقى اخنائة شوارع في كل المباريات كل واحد تحصل معه مشكلة يطلع على اسم الشرطة وإنتوا في اتحاد الكورة أكتر ناس كنتوا دايماً بتقولوا لأي حكم بيتعرض لأي إساءة أو لأي ضرب القرار هيجي لك وحقك هيجي لك من اتحاد الكورة وعندك قطر قانونية داخل مبنى الجبلية تقدر تجيب بها حقك لكن الخروج خارج إطار اللوايح والنظم المنظمة للمسابقات ده أمر مرفوض من اتحاد الكورة وده بيحصل مع كل الحكام أو بعض الحكام اللي كانوا بتعرضوا لبعض المواقف في المباريات القسم الثاني والثالث تحديداً لأن ده أكتر مباريات ممكن يحصل فيها مشادات ومشاكل في المباريات وبالتالي هذه الخطوة بننتظر نتيجته ولكن اتحاد الكورة بما أنه أحال الأمر لشنون القانونية شنون القانونية هتدرس الأمر قانوناً وضبقاً للوايع وهتصدر توصية لمجلس الإدارة وهي التوصية هتبع حاجة من الاتنين يا رفع الأمر لجنة النضباط يا إما للأسف ممكن يكون رد سلبي لكن في الحالتين هنشوف القرارة لفترة جاء والملف ده الأهلي مش هيسكت عنه لأن ده سابقة تاريخية ومخالفة صارخة من نادي بيرامدز ومن لاعب نادي بيرامدز ومحدش يقول النادي ملوش علاقة ده لاعب في النادي بيخضع لقوانين النادي بيخضع للوايح النادي فما يقدرش يعمل أي تصرف فردي دون الرجوع لإدارة النادي لأنه في عقده بيلتزم باللوايح المنظمة سواء للنادي أو للمسابقة فاصل وبعد الفاصل نبدأ نشوف أخبار الأهلي وكل الموضوعات الموجودة في التريند طيب النهاردة السوشيال ميديا لا حديث يعلو على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية كل الأخبار وكل التفاصيل وموقف اللاعبين المصابين والقايمة الرسمية وكلها هيتعامل إزاي وتجديد الدوافع والثقة كل ده هنشوفه في آخر أخبار التريند أهلا بحضركم من جديد وآخر أخبار التريند والبداية مع تريند الأهلي تريند الأهلي النهاردة مليء بالتفاصيل المهمة لصفر الفريق أولا البداية باليوم السابع نجوم الأهلي يتعاهدون على تصحيح المصار في كأس العالم للأندية هنا تفاصيل الخبر على يوم السابع بيقول أن العيب الأهلي تعاهدوا على تصحيح المصار واستعادة العروض القوية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية لا سيما بعدما شاهدت المباراة السابقة تراجعا في المستوى الفني ووجود أزمة في تسجيل الأهداف ونتيجة ده في أربع مباراة انتهت بالتعادل منها مباراتين في الدور المصري ومباراتين في دور أطال إفريقيا أمام يانج أفريكانز في تنزانيا وشباب بولزداد في برج العر نتمنى يا رب يكون في تصحيح مصار ومبارات الاتحاد جده يوم الجمعة اللي جاية بنسبة كبيرة يعني لو اتحاد جده تأهل هتبقى فرصة جيدة لتعديل حاجات كتير في الفترة اللي جاية وهتبقى انطلقة قوية للموسم كله على فكرة مش البطولة دي بس الوطن سبورت النهاردة قالت خبر وقالوا مرس الكولر في وش المدفع ومبارات الأهل المقبلة مفترق طرق هو الوصف تقيل شوية ولكن في الوصف الصحفي ممكن تتكلم على موقف فريق بناء على نتائج ولكن اذا ما قلت لحضراتكم ماتشك ضمعة اللي جاية ده مش مفترق طرق بمعنى انت يعني المعبة تتهد لقدر اللي لو فيه نتيجة سلبية ما هالكورة وارد فيها كل شيء انت هتلعب وهتقدي بس ممكن تلعب مبارات كبيرة قوي وتخسر بهدف ده وارد لقدر الله ممكن يحصل يعني فالفكرة بحد ذاتها مش النتائج بس اللي هتحكم هل فيه استغلال للفرص الضيعة هل هتظهر بشكل جيد هل هتقدي بشكل كويس المهم جدا للفترة الجاية بقى فيه هدوء والهدوء ده مهم جدا اللي ممكن ينعكس ايجابا على اللاعبين لان اكيد التعادلات والنتائج السلبية ممكن تؤثر بالسلب ولكن كولر النهاردة كان ليه وقفة مهمة جدا مع اللاعبين هنشوف ده بالتأكيد في باقي اخبار ترند الاه طيب قبل ما روح لموقف كولر الوطن سبورت النهاردة قال ثلاث مهام عجلة تنتظر امام عشور في كأس العالم للاندية ابرزها فك عقدة الزمالك طيب اولا القدر منح امام عشور ان اول مشاركة في كأس العالم مع الاهلي في اول موسم انضم ليه للفريق الاهلي بطل دور الابطال امام عشور انضم للاهلي بعد البطولة دور الابطال وبالتالي هيكون موجود مع الفريق في كأس العالم فالقدر منح امام ان في اول سنة ليه مع الاهلي يلعب كأس عالم اندية بس بالمناسبة دي مش أول مرة للعيب بينتمي لنادي الزمالك إنه ممكن يلعب كاس عالم مع الأهل ليه بقى؟ لو تتذكروا قبل كده كهرباء من سنتين من سنتين كان بلعب في الزمالك وما لعبش كاس عالم بس مجرد منضم للأهل لعب كاس عالم طريق السعيد معتزقينه كلام ده في 2006 وكمان هاني العجيزي ونادر السيد تتذكروا ده برضو في البطولات اللي تلعبت في 2006 و2008 وطبعا بخلاف نادر السيد هاني العجيزي ومعتزقينه وطرق السعيد ومحمود كهرباء يعني ما ستفهمش الحظ إنهم بيحرزوا أهداف إمام عشور عنده فرصة النهاردة إنه يدخل التاريخ إنه في أول مشاركة ممكن يحرز أهداف عكس كل زملاء السابقين اللي الظروف سمعتلهم بالمشاركة في كاس العالم للأندية عوضة الثقة ده بالنسبة للفريق بالكامل مش لإمام عشور تحديدا عشان كده أنا مش عايز عفوا عند الحتة دي تحديدا لأن الأمر ده السقة بتبقى للفريق للكل مش للشخص اللي موجود في المنظومة طيب ملعب القرار بقى وعشين بيقولوا إنه فيه تصرحات لدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإداري والمنسق الطبي للبعثة قال فيها إن الأهل قادر على التتويج بكاس العالم للأندية بالأمس كانت فيه تصرحات لدكتور محمد شوقي اللي قال فيها إنه حصد الوصافة في نسخة السعودية يعيبقى شيء كويس ولكن إن شاء الله بإذن الله نحاول نلعب على البطولة ده يبقى شيء مهم جدا فالأهل قادر إن شاء الله بإذن الله لكن مهم جدا الأولى المباريات أول ضربة البداية هي دي الأهم في البطولة كمان دكتور محمد شوقي أضاف إن الكابتن محمود الخطيب سيرفق البعثة خلال الأيام القادمة يمكن النهاردة ما كانش موجود مع الفريق لكن إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية بإذن الله هيكون موجود مع الفريق نتكلم في نونة مهمة جدا قال لك الفيفا أصبح صعب للغاية فيه اشتراطاته الطبية قبل كأس العام لإن الاستعداد للبطولة مش على المستوى الفني والإداري والتحكيمي فقط لا فيه أمور طبية أنت بتعمل ملف طبي بالكامل لكل اللاعبين فلازم تستعد بهذا الملف في شكل كويس فبالتالي دكتور محمد أكيد بيشتغل في الجزئية دي مع البعثة ومع الفيفا أهد تصريح كريم بن زيمة قال النهاردة وكل أبلس نقلت التصريح أمام ريال مدريد العام الماضي لقد كان خصما صعبا آخر حاجة معاه في تريند الأهلي محمد نور على يلا كورة تصريحات لي وده طبعا نجم اتحاد جدة السعودي قال لست خائفا من الأهلي أنا واثق من فريقه عموما دي تصريحات كريم بن زيمة ومحمد نور لكن الأمر يتوقف في النهاية على الجاهزية ليوم الجمعة اللي جاي آخر حاجة معاه في المشاركات ومشاركة مهمة جدا للقبطان الفنال الكبير نبيل الحلفاوي على الرسالة اللي طلبناها اللي يتوجه للجهاز الفني واللاعبين قال إيه القبطان نبيل الحلفاوي الفنان الكبير التحديات الكبرى تظهر المعدن الحقيقي وتفجر القدرات الكامنة تقلقوا وحلقوا يا نصور الأهلي كلمات يعني مختصرة وواضحة ومباشرة من الفنان الكبير نبيل الحلفاوي اللي دايما بيكون حريص وإحنا بنبقى سوعداء دايما على مشاركته معنا في أي سؤال أو أي رسالة لما بنطلوبها للجهاز الفن واللعيبة في أي مناسبة سواء محلية أو قرية أو دولية في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة يمكن بإذن الله بكرة يكون موجود في المملكة العربية السعودية لحضور منافسات البطولة وبإذن الله إن شاء الله نحضر مباراة اتحاد جدة ونرجع نقول لكم بعض الكواليس والتفاصيل وبعض الأمور الهمة بإذن الله مع بداية الأسبوع المقبل عقب مباراة اتحاد جدة شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء